إعدام الحوثيين لقيادات في المؤتمر وتفجير منازلهم وكذلك تحدث بأن المواطنين لا يعولون على ما سيخرج به مجلس الأمن في جلسته الطارئة تعليقكم نحن ذكرنا سابقاً عندنا ثلاثة قرارات لمجلس الأمن لم تنفذ مع أنها تقريباً أثنين منها تحت البند السابع فرض أنها تنفذ بقوة السلاح لعل المنظمة التولية كان لها وجهة نظر خاصة حينما كان اليمنيون منقسمون يعني خاصة المؤتمر الشعب العام حينما انقسم أصبح المؤتمر مؤتمر مؤتمر الرئيس هادي ومؤتمر الرئيس الراحل علي عبدالله صالح فأصبح كان هناك تعاطي لكن الآن أقول لك الساحة الآن فارقة من كل السياسيين ومن كل المثقفين ومن كل النخب ومن كل الآن الساحة التي في المناطق التي سيطر عليها الحوثي يعني صفت لمليشية الحوثي تعيث فيها يعني قتل وتشريد وتفجير بيوت يعني أرتكبت فيها من أجرم يعني من أكبر الجرائم لم يعني نلمس من المجتمع الدولي حتى تصنيف هذه الجماعة بجماعة إرهابية ما هو الإرهاب بعين المجتمع الدولي إذا هذه الجماعة إلى الآن لم تصنف جماعة إرهابية ما هو الإرهاب يعني بعينهم الآن يا أخي العزيز مثلا ما ذكرت لكتوس يعني الآن تنفذ يعني حملة اعتقالات دون أي مصوّق قانوني تنفذ حملة إعدامات دون أي محاكمة ودون أي ذنب يعني يكترف إلا أنه كان محسوب على جناح يعني أو على حزب المؤتمر الشعب حتى الأمم المتحدة دعت في الأمس إلى عقد هدنة يعني في مصلحة من هذه الهدنة يعني هدنة من مع من يعني المواطن هذا المغلوب على أمره يعني هل يقدر أنه يعني يواجه الحوثي يعني الحوثي الآن يصلي حدنها مع المواطن نحن نطالب منظمات الأمم المتحدة على أن تقوم بدورها من أجل أن يبقى لها يعني مساحة في الوطن العربي نحن اليوم نفقد الثقاء بهذه المنظمات حقيقة الأمر نكون يعني واضحين معك لكن الآن قبل منظمات الدولية وقبل المجتمع الدولي نطالب أبناء المناطق نطالب أبناء المحافظات نطالب بالانتفاضة نطالبهم بالقول الصادق نطالبهم بالصدق مع أنفسهم قبل أن يكونوا صادقين مع غيرهم لأن الآن أي مساومة أي مداهنة أي مجاملة مع جماعة الحوثي ستنعكس عليهم قبل غيرهم يجب الآن أن يظهروا ويقولوا الحقيقة يعني أما أنهم يخشوا على أنفسهم خاصة القيادات التي لازالت تحت السيطرة يخشوا على أنفسهم نحن نقدر ذلك لكن الحوثي آتيهم آتيهم لا محالة الذي يسلم من قيادات المؤتمر لم يكن في وفد علي عبد الله صالح الآن يطارد الآن يلاحق يعتقل صفي لا أخفيك حتى قتل الرئيس صالح لم يكن بالصورة التي سوقها الحوثي هناك أخبار تردنا وتؤكد على أن الرئيس صالح أنه قتل في بيته يعني بين أسرته وأنه نكل بجثته وقطأة يده ومن ذلك يعني هناك تقرير يعني جنائي صدر يعني أمس على أحد الأطباء على أن الصورة الواضحة التي كان يحملها في أحد السيارات أن الرجل قتل قبلها بما يقارب خمس إلى ست ساعات على أنه فعلا أن الرواية التي أنهم اقتحموا بيت الرئيس صالح وقتلوا في بيته ثم أنهم صفوا الشهيد عارف الزوكا أيضا في داخل المستشفى الآن هناك قيادات على رأسها يعني الشيخ ياسر أحمد العواضي وغيرهم الفضلي وابناء الرئيس السابق إلى الآن مخفيين يعني في المحافظة يعني نحن نطالب من لديه ضمير يعني ضمير إنساني سواء منظمات سواء مجتمعات سواء دول على أن يوقفوا هذه المجازل التي تحدث بحق الشعب اليمني يعني هذه عارف جبين الإنسانية لم يكن يعني في أيضا أنه طالب يعني التحالف العربي وقيادات يعني القيادات الشرعية على أن هناك لم يبقى في في العاصمة صنعة وفي المحافظة التي سيطر عليها الحوثي إلا منه حوثي ويجب أن يكون هدف يجب أن يكون أي تحركات لم يكن هناك أي تحركات مدنية الآن هناك يعني أحد شوارع صنعاء مليئة الآن بقيادات ورموز الميليشاوية نتمنى أن تكون هذه يعني أن تستهدف هذه هذه لم ت يعني بأي مصوغ يخرجوا إلى الشوارع يفتخروا بالقتل يجب أن يكون أي شخصية أو أي تجمعات أو أي ثقنات أو أي نقاط في العاصمة الصنعة في محافظة عمرة في محافظة صعدة في البيضة في ذمار أن تكون هنا أن تكون أهداف عسكرية للتحالف العربي والجيش الوطني